مع رفض اللاجئين العودة إلى بلدانهم وتهديد لوكاشينكو الغرب برد قاس تتجه أزمة اللاجئين على الحدود البيلاروسية البولندي على ما يبدو إلى مزيد من التصعيد بعد وقوع مواجهات بين حرص حدود بولندا ومجموعات من اللاجئين حاولت الثلاثاء اقتحام الحواجز المقامة في المنطقة وتتبادل مينسك ووارسو الاتهامات حول ما وصف بأنه حرب هجينة تتفاقم في المنطقة واستتصاعد المخاوف من انزلاق الوضع نحو مواجهة عسكرية بعدما أعلنت الخارجية البولندية أن الجانب البيلاروسي زود بعض اللاجئين بأسلحة من جانب آخر اتهمت بولندا مسؤولي الأمن البيلاروسيين بتدمير الأسوار الحدودية وقالت وزارة الدفاع البولندية أن القوات البيلاروسية تهدموا الصياج في الليل من أجل تمكين المهاجرين من عبور الحدود بشكل غير قانوني ويحتشد حوالي أربعة آلاف طالب لجوء بحسب تقدير حرص الحدود البولندي على طول الحدود مع بيلاروسيا في ظروف بائسة واستتدني درجات حرارة إلى ما دون السفر وتتهم القوى الغربية بيلاروسيا بافتعال الأزمة بدعم من روسيا من خلال استقدام مهاجرين إلى الحدود لإثارة خلافات داخل الاتحاد الأوروبي وهو ما تنفيه منسك وموسكو ومع تواصل السجالات بين الطرفين بدأ أن وضع اللاجئين يزداد سوءا مع تواصل الظروف القاسية بسبب تدني درجات الحرارة وافتقاد الأغذية والأدوية والمياه وكانت مجموعات من اللاجئين حاولت مجددا أمس اختراق الحدود البولندية لكن حرص الحدود البولندي رد باستخدام الغاز وخراطيم المياه لتفريق المهاجرين المحتشدين عند المعبر الحدودي وعلى طول الحدود بين بيلاروسيا وبولندا في الأثناء لوح الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو برد قاس إذا تبنى الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد بلاده وردا على تهديدات سابقة للرئيس البيلاروسي بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا أعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات تعليق إجراءات التصديق بصورة مؤقتة على ترخيص تشغيل خط نوردستريم 2 البحري لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا لاعتبارات قانونية وفي هذا السياق عربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن أوضاع معاملة اللاجئين والمهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا ويتهم الاتحاد الأوروبي منسك باستقدام المهاجرين ردا على العقوبات التي فرضها عليها بسبب قمعها العنيف للمعارضة منذ الاحتجاجات على الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2020 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر